السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة طالبات دبلوم المدارسة والصناعية قسم التركيبات الكهربية والمعدات الكهربية الصف الثالث مرحبا بكم في قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري أبنائنا وبناتنا طلبة الدبلوم الصناعية قسم الكهرباء أو تركيبات المعدات الكهربية سنكمل مع بعض إن شاء الله النهاردة مادة الألات الكهربية والوقاية هنعمل مع بعض كده فلاش باك على ما قدمنا في الحلقة السابقة ويا رب أبنائنا وبناتنا يكونوا صحيين معنا إن شاء الله عشان نذاكر أول بول وبالتوفي لكم جميعا ربنا يحفظنا ويحفظ بلدنا أجمعين أبنائنا وبناتنا في الحلقة اللي فاتت في مادة الألات الكهربية والوقاية اتكلمنا عن المولد التوافقي وقالنا إنه آلة تحول الطاقة الحركية أو الميكانيكية إلى طاقة كهربية وقالنا كمان بيعتمد في طريق عمله على نظري قانون فراضاي اللي هنرجع مع بعض بناتنا بإرفاء ديهم هنقولها كده إذا قطع يعني حركة موصل ساحة مغناطسية فإنها تولى قوة دفع كربية تكون أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تسعين درج برافو عليكم وكمان قلنا العوامل توقف عليها استنتاج القوة دفع كربية في موصل وقلناها البي في الإل في الإن في صين وميجا تي خدنا كمان إن المولدات لابد لها من آلة مديرة مديرة برافو الآلة المديرة قلنا مقرر علينا هذا العام أربع أنواع من الآلة المديرة قلنا الطاقة النومية والطاقة الحرارية وطاقة الرياح والطاقة الوضع اللي هي مساقط المياه شباب نصيحي قالوا بتاع الساد العام كمان قلنا فيه سؤال مهم جدا اللي هو مميزات المنتج السابت خلاص حاضر حول مميزات المنتج السابت أو يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت في المولدات التوافقية أو يفضل أن تكون الأقطاب هي العضو الدائر في المولدات التوافقية وبعد كده اتكلمنا على التركيب للمولد التوافقي من عضو الثابت وعضو الدائر خدنا العضو الثابت يشتمل على الهيكل ورقاق العضو الثابت وملفات العضو الثابت العضو الدائر خدناه اللي هي كنا قلنا العضو الدائر زقاف السنجاب وعضو دائر ملفوف أبنانا وبناتنا حنبدأ حلقتنا النهاردة بتكملة الحلقة اللي فاتت إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا ألا وهو أول عنوان ما هي خصائص ملفات العضو الثابت ملفات العضو الثابت كنا قلنا يفضل أنها توصل نجمة ليه؟ لأنها ثلاثية الأوجر نتكلم على المولدات التوافقية للطيار المتردد ثلاثية الأوجر مش ديها مصر اللي احنا بنقعد نلفها في التدريبات العملية اللي يلورش لكن خصائص انت راجل بروفيشنال يعني محترف راجل فني كهرباء يعني لازم تعرف يعني إيه الأسلاك ديت إمتى تتوصل نجمة وإمتى تتوصل دلتا ولو توصلت نجمة إيه؟ الميزة اللي فيها تمام؟ طيب قبل ما أقول خصائص المولدات على شاشتنا الجميلة هنا حتقول لي الفرق بين كل وجه والآخر شبابنا صحيين مئة وعشرين درجة وشفناها في رسمة الموجة الجايبية إن أنا عندي ثلاثة أوجو والزاوية الدائرية تلتمائة وستين تلتمائة وستين على الثلاثة تديني مئة وعشرين درجة طيب إنت هتوصلها نجمة ليه؟ حضرتك في وسط الكلام قلت هتوصلها نجمة قلنا النجمة ضغط الخط بيسوي جزر ثلاثة ضغط الوك معنى ذلك برافو عليك هنا بالنسبة لك الميت السلك والعاز اللي هتبتدي تقلي النقطة الأخيرة اللي احنا نتكلم فيها إن شاء الله وبالتوفيق لكم جميعا اللي هي تقليل تأثير التوافقيات التوافقيات في المؤلد ودي هتدرسوها في المعاهد وكليات بتوسع شديد كده تعالوا نشوف نقول حلقتنا النهاردة اذكر خصائص ملفات المؤلد التوافقي للعطوة الثابعة تعالوا نشوف شاشتنا كده مطلع لنا العنوان بيقول ايه؟ بهذا الشكل هنقول خصائص المؤلدات وجود زاوية مئة وعشرين درجة كارابية بين كل وجه والآخر صح؟ توصل الملفات ودي يفضل إنها على شكل نجمة ليه؟ شوف مع بعض كده شاشتنا بتقول ايه؟ توضع الملفات في طبقة واحدة أو طبقتين يعني جنب واحد أو جنبين دي خصائص الملفات طب أنا في الحلقة اللي فاتت قلتها ليه؟ بمميزات توصيلة النجمة بتقلل من المادة العازلة وإن اعدام التوافقية التالتة أو تأثرة طب العضو الداير العضو الداير عبارة عن نوعين في المؤلدات التوافقية طيب نغشش بعضي كده مش هنغشش يعني هنقولها إن هي عندي أربع ممانعات أو أربع مقارنات في المنج مادة الآلات من المواد اللي احنا عايزينك فيها إن شاء الله تبقى تقيل فيها تقيل آه في الدرجة وفي العالم التي تعتها بالتوافقية العضو الداير في المؤلدات التوافقية قسم لنوعين عضو دارز وأقطاب بارزة وعضو دارز وأقطاب غطسة معنى ذلك إن فيه إيه؟ رفع عليكم أنتو الاتنين مع بعض في مقارنة المقارنات في مادة الآلات الكهربائية لقية أربعة أو خمسة المقارنة الواحدة بتيجي عليها درجة عالية وحنقولها كده مع بعض عشان حضرككم وانتو قاعدين مع بعض كده معنا بتسمعونا وبتشوفونا بنقول هنا المقارنة العضو الدارز والأقطاب البرزة ما بينقصين كده بينه وبينكه السد العالي أيوة أيوة تمام السد العالي قدرات عالية براف وصرعة عبطية براف طيما أنتو قلت المقارنة الأقطاب الغطسة عكسها أنتو قلت المقارنة طيب نشرح الأول العضو الدارز والأقطاب البرزة وبعدين العضو الدارز والأقطاب الغطسة وبعدين نعمل المقارنة مع بعض كده وانتو انا قلتلكم المفتاح بتاعته لأقطاب البرزة قد السد العالي رب عليك قدرة عالية وصرعة بطيئة وعدد أقطاب كتير حتلاقي التانية عكسها تماما وده له استخدام وده له استخدام العضو الداير ايا كان احنا متفقين من بداية الحلقة اللي فاتت ان العضو الداير عبارة عن شرايح من الصلب السيليكوني علل وسألنا السؤال قلنا لتقليل مفاقين الطائرات الاعصارية والمفاقين الحديدية صح؟ تمام يبقى هو عبارة في الاصل كده سواء عضو داير اقطاب برزة او عضو داير زو اقطاب غطسة رقائق من الصلب السيليكوني المصنع على هيئة بقه هنا حزاء الفرس او على هيئة دواير حنقولها مع بعض وحنشوف رسوماتنا فيها ايه تعالوا نشوف شاشتنا هتطلع لنا العضو الداير يختلف تصميم هذا العضو باختلاف نوع الالة المحركة وصرعتها كما يختلف عدد الاقطاب المغناطسية المركبة عليه طبقا لاختلاف تردد الطيار المطلوب انواع المولدات او انواع العضو الداير في الطيار المتغير والطيار المتغير نوعين عضو الداير زو الاقطاب البارزة والعضو الداير الاستواني او زو الاقطاب الغطسة وده اللي احنا قلناه في الاول ان هو عبارة عن نوعين اللي بعد كده ايه اول حاجة عندي اللي هو العضو الداير عندي هنا بالنسبة لي اللي هو العضو الداير زو الاقطاب ايوه البارزة لو انت لاحظت هنا مع الموز بالنسبة لي هجيبولك ازاي اهو لو انت الموز معنا هنا كده هنشوفها هتلاقي العضو الدارزو عبارة عن حزاء الفرص حزاء الفرص موجودة قدام منك على اليمين خالص اللي هو الشكلة يبقى عبارة عن رقائك من الصلب السيليكون المجمعة والمعزولة عن بعضها على هيئة حزاء الفرص ويركب على عمود الدوران اللي هم نسميها الحدفة عن طريق وصلة غنفارية وصلة غنفارية ما ببعض الكتب نسميها دي للحمامة بالنسبة لنا احنا عشان نبقى بالنسبة قريبة في التعبير وصلة التعشي طيب هذه الرقائق بتربط مع بعضها وتوضع على الحدفة او على عمود الدوران اخطاب برزة يبقى حزاء الفرص تمام ويلفى حول جسم القطب وهي موجودة عند حضرتك على الصورة بالالوان الملفات ملفوفة بالالوان احنا مغيرانها باللون تمام تسمى ملفات الاقطاب تسمى ملفات الاقطاب الصورة اللي على شاشتنا هنا بتقول هذا الكلام لو انت لاحظت هنا الكلام دو على اليمين خالص القطب او شريع القطب على حزاء على هيئة حزاء الفرص وتحت منها البقرة اللي بتحط عليها الملفات وتركب على الاقطاب ده بالنسبة لي طيب انا لما برسمها في الرسم وشاشتنا على طول معانا لما برسمها في الرسم خد بالك كده معايا موجودة ازاي بالشكل اللي قدام مني على الشاشة الاقطاب وتغزى عن طريق مولد طيار مستمر تابو دوت قال لي ده اقطاب غطس عرفت منين عبارة عن شريح من الصلب السيليكوني المجمع والمعزول عن بعضها على هيئة دوائر مشقوق برافو عليكم لا اصحيين الحلقة دي قوي بسطحات داخلي بسطحات داخلي مجاري طولية توضع بها ملفات الاقطاب وتغزى ازاي الملفات طبعا بطيار مستمر بصر الصورة كويس هتلاقيها على تلات مراحل جايبين الشريحة الاولى وفيها المجاري والشريحة التانية مبينة لك الاقطاب وبعدين مجمعة مع بعض والملفات بين باللون الاصفر على شاشتنا قدام منك يعني حضرتك بتاخدها كتابة ورسما معاك على الشاشة وطبعا هتشوفوها ان شاء الله في التدريبات العملية وفي المعامل معمل مادة الالات الكعربية والوقاية يبقى انا خدت هنا العضو الدازو الاقطاب برزة وعلى شاشتنا العضو الدازو الاقطاب الغدسة تعالى نشوف مع بعض كده السؤال ده هنكتبه ليه ما هي ملفات الاخماد السؤال ده سابق الاوانه في بعض الامتحانات كان عشان يربط التلات ابواب ببعض يقول ايه اسكر وظيفة ملفات الاخماد في كل من المولد التوافقي المحرك التوافقي المحرك التنافري قد تبالك من السؤال نقوله تاني اذكر وظيفة ملفات الاخماد في كل من المولد التوافقي المحرك التوافقي المحرك التنافري السؤال يبين ان هو سهل شوية لكن هو ربط التلات ابواب في المادة الالات لازم تكون مذكرهم وده اللي احنا عايزين ابنائنا يبقوا فاهمين وتؤال في مادتهم اسياح الاخماد بتوضع اسفل حزاء القد اسفل حزاء القد مع نزالك مع الاقطاب برفض عليك ما ليش دعوا بملفات المنتج بتوضع اسفل حزاء القد بيبقى مع ملفات مين الاقطاب وتقصر على نفسها ركز ما هي في حركة اليد قوي تقصر على نفسها معنى ذلك انها تشبت القفة السنجاب ايوة تمام اي انها لا تغذب اي طيار هي تعتبر مساعدة ليا لمجال ملفات الاقطاب نولا تاني يبقى هي ملفات نحاسية او اسياخ توضع اسفل حزاء القد يبقى انا بتكلم على الاقطاب رفع عليك يا بارزا غط تمام وتقصر على نفسها كانها قفة السنجاب معنى ذلك زي اولادنا قالوا لا تغذب اي طيار تمام طب وظيفتها حنقولها مع شاشتنا الجميلة الاول نعرفها ثالث وبعدين نقول الوظائف بتاعت هنقول مع بعض هنا تصنع من قطبان النحاس وتوضع وتوضع في مجاري باحزية الاقطاب ثم تقصر من الاطراب بقطبان نحاسية مكونة برفع عليك وقفص سنجاب وفائدة هذه الملفات تعالوا نشوف مع بعض فائدتها ايه بصوا بقى شاشتنا كمان فيهم فانيين كهرباء ففاهمين اكتر مننا تلاشي اثار رد فعل عضو للسنتاج تلاشي اثار رد فعل عضو للسنتاج اخماد الاهتزازات الميكانيكية التي تؤثر على صرعة التزامن التالتة هي كان السؤال بتاعي من دقيقة ايوة تستخدم كعضو دار كفى السنجاب لمين لبدء الحركة للمحرك التوافقي في حارة استخدامه الالة المديرة وايضا في المحرك التنافري لتحويل المحرك التنافري الى تنافري استنتاجي معنى ذلك ان اسيخ الاخماد من الاسئلة المهمة جدا تجمع المؤلدات التوافقية والمحركات التوافقية والمحركات التنافرية نقولها تاني واحنا قلناها ثلاث مرات دلوقتي انا فاكر انا بقول ايه عشان لما نيجي نسأل في الحلقة اللي جاية الاقي زي النهاردة مزاكرين وجهزين ملفات الاقماد او اسياخ الاقماد هي ملفات او قطبان من النحاس توضع اسفل حزاء القطب وتقصر على نفسها من الناحيتين كانها بربع لكم قفى السنجاب ولا تغزب اي طيار تمام وظيفتها تلاش تأثير رد فيها لعضو الاسنتاج اتنين منع اهتزاز الالة وعدم تأثير على سرعة الالة المديرة رقم تلاتة تستخدم كبدء حركة في المحرك التوافقي التوافقي وايضا لتحويل المحرك التنافري الى تنافري السنتاج دي كانت احدى النقاط المهمة جدا ابنانا وبناتنا في الكلام طب حضرتك من ديها كده كنت قلتلنا في حاجة مهمة هتيجي على شاشتنا وبتيجي في الامتحانات الا وهي المقارنات عايز ابنانا وبناتك كمان وهم بيسمعونا وبيشوفونا يكتبوا وراءك هتحرق جميع الحواس هتكتب وهتبص على الشاشة وتسمع بودانك ودماغك وزهنك يكون معا اول مقارنة ابنانا وبناتنا في هذا العام للمقارنة بين العضو الدائر زو الاقطاب البرزة والعضو الدائر زو الاقطاب البرزة طيب ما نعارف ان انا غششتكم يبقى احنا هنقول هنا ايه تاني المقارنة بين العضو الدائر زو الاقطاب البرزة والعضو الدائر زو الاقطاب البرزة انا لسه من دي قلتلك الاقطاب البرزة عبارة عن ايه? افتكر السد العالي. طب تعالوا مع بعض كده مؤلد زو اقطاب برزة. عبارة يستخدم في المؤلدات زو السرعات البطيئة. ايوة ولادنا يا سرعات بطيئة بعد اقطاب كتيرة. طب اهده شوية يعني اهده شوية. مؤلد زو الاقطاب الغاطسة يستخدم في مؤلدات السرعات العالية. يبعدت اقطاب كتيرة. طب ما انتم حافزينه وفاهمينه. يعني احنا مفروض ما نقولش المقارنة ولا نقولها عشان تزاكر اهده. بنراحة وان شاء الله كل حاجة نشعر. يبقى المؤلد زو الاقطاب برزة سرعات بطيئة. اه بعدت اقطاب كلام ده في ذهنك وانت بتجاوب ورقية الامتحان. زو الاقطاب الغاطسة سرعات عالية. طب اعدت اقطاب ايه? اه اه اكتب. اكتب معا. تعالوا نشوف رقم اتنين بتقول ايه? يضار بواسطة توربينات مائية او الديزل. لان سرعاتها بطيئة. هناك في الاقطاب الغاطسة يضار بواسطة توربينات بخارية. صح? التالتة طبعا السد العالي قدرات عالية. يبقى يحدث فيها ايه? فعلا تحد السفير مذعج اثناء الدوران. لكن هنا بالنسبة للاقطاب الغاطسة لا تحد السفير مذعج اثناء الدوران. طب الاقطاب البرزة لو احنا لحظنا هنا عدم انتظام الصغرة الهوائية. لانه على شكل حزاء الفرس. فيه فراغ ما بين القطب والتاني. اه. مدام فيه فراغ. يبقى فيه هروب مراطيسة. غير الاسطوانية. الملفات محكومة على بعضها. تمام? طب في الاقطاب الغاطسة اقول له انتظام الصغر لوائر. ده هي دواير. محكومة. محكومة. احنا هنعيد. وهنشوف تاني. رقم خمسة تهوية منتظمة او غير منتظمة في الاقطاب البرزة. ومعرض لعدم الاتزان الديناميكي. في الاقطاب الغاطسة تهوية افضل ومتزم ديناميكيا. رقم ستة. الاقطاب البرزة قطره المحوري كبير. وطوله المحوري قصير. عكسه تماما. قطره صغير. وطوله المحوري كبير. في الاقطاب الغاطسة. طيب. حضرتك بتقول لي هنا غير منتظمة او عدم الاتزان الكارو ديناميكي. انا هذكركم بس بحاجة ان انا من ديتين قلت الاقطاب البرزة. فين? في السد العالي. السد العالي. ربنا يحمينا ويحمي بلدنا اجمعين. يا رب دايما. السد العالي وزن وزن العضو السابت في السد العالي بيوصل لتلتمية طن. فقواعد خرصانية في قاع النيل. وزن المبينة اللي انت حضرتك دلوقتي بتشتغلها في الورش بيوصل متين وسبعين طن. تخيل حجم المولد قد ايه? وحجم التوربين المائي اللي بيدوره قد ايه? طيب. بناتنا بقولوا من توريتنا. الاحجام دي الحلقة اللي فاتت. انا بذكر بس ولادنا اللي مش قاعدين معنا اللي هم بيشوفون على الشاشة. الاحجام فيه? الاقطاب البرزة. احجام كبيرة. وربنا يحمينا جميعا. السد العالي موضع هزا الكلام. يبقى انا عندي السد العالي كل حاجة فيه? حاجة واحدة بس اللي فيه قدرة ايه? عالية. عدد اقطاب كتير. سرعة بطيئة. التوربين المائي. القطر المحوري كبير. الطول المحوري صغير. الصغر اللي هو ايه غير منتازمة. عدم الاتزان الكارودناميكي. تماما عكس الناحة التانية. زل اقطاب الغدسة. اظن كده احنا قلناها مرتين. وشرحناها عشان نكون فهمناها قبل ما نحفظها. دي مهمة جدا ابنانا وبناتنا فيه كده. تعالوا تشوف العنوان اللي جاي بعد كده اللي هو بيقول ايه? اعلل. انا هكتب السؤال لان ابنانا وبناتنا ساعات كتير قوي بيتلق بغض فيه. اعلل. تعالوا نشوف مع بعض كده اعلل هتقول ايه? اعلل. تغزة. ملفات الاقطاب في المولد التوافقي ما بينقصين اقول له طيار متردد طيار متردد بص الكلمة دي ابنانا وبناتنا بص الكلمة اللي هتقول ايه? بطيار مستمر السؤال للغير الفني للاغبط. صح? اه. طب حضرتك. هتقول لي لأ حضرتك انا قلت قانون فرضاي اذا قطع موصل ساحة مغناطسية. طبعا مش هينفع اروح حط في السد العالي حتتين مغناطية سيدينيك يا رابل ايه? طب هتحط قال لي احط ملفات. طب والملفات هتطلع مجال لوحدها? قال لي لأ اديها طيار. طب انا الحتتين المغناطيس كان مجال ايه? ثابت القيمة والاتجاه. يبقى انا اغزي ملفات بطيار مستمر. تقولوا الاجابة حضرتك بقى. ايوة للحصول على مجال مغناطيسي ثابت القيمة والاتجاه وقوة دفع كرابية مختلفة. مختلفة يعني كبيرة او صغيرة. يبقى تغزى ملفات الاقطاب للمغناطيسي التوافقي بطيار مستمر للحصول على مجال مغناطيسي ثابت القيمة والاتجاه وقوة دفع كرابية بقدرات مختلفة. دي اجابة السؤال اللي موجود على شاشتنا جميلة. قناة التعليم الفني من التلفزيون المصري. تعالوا نشوف هنا الشاشة بتقول ايه? تغزى ملفات الاقطاب والاتجاه متردد. اهي. يتم تغزية ملفات الاقطاب المغناطيسية بالطيار المستمر بطرق مختلفة. بهدف التحكم في قيمة الجود المطلوب او المقنن لخرج المولد. سواء تحت الحمل او او في رحالة اللاحمل. وتوصل ملفات الاقطاب. ركز معي كده? على التوالي. بحيث تعطي اقطاب مغناطيسية متعاقبة. يعني ايه? شمالي جنوبي شمالي جنوبي. كل كلمة هنشرح لكم هنا في قناتنا هنا في تلفزيون المصري. متعاقبة. شمالي ثم جنوبي. شمالي ثم جنوبي. ودي ات من مميزات ان احنا بنبين لكم صورة كاملة. معنى ذلك شبابنا على طول مستعجلي ماشي. معنى ذلك ان حضرك هتقول لنا طرق تغذية ملفات الاقطاب. زي ما المؤلدات لها طرق للالة المديرة. حسب القدرة. يبقى معنى ذلك ان طرق التغذية هتختلف. برافو عليك. طرق تغذية ملفات الاقطاب. اربع طرق. التغذية النفسية والتغذية الخارجية والتغذية المركبة. والتغذية بدون فرش. طب ممكن حضرتك نكتبها وراك. طب ما تشوفوا شاشتنا هتطلعها لنا ازاي? اولا متعاقبة ازاي? بص الرسومات. زملائنا بيطلع لك. بص الرسومات خدت بالك ايه? عشان ما قلنا شمالي ها? جنوبي. شمالي جنوبي. القطبية لابد انها اكون متعاقبة. تمام? تعالوا نشوفها بعد كده. قناتنا راح تطلعها لنا طرق التغذية. التغذية الخارجية واحد. التغذية النفسية اثنين. التغذية المركبة تلاتة. التغذية بدون فرش. طبعا كل طريقة من دول بتستخدم في قدرة معينة. واسلوب معين. التغذية الخارجية حضرتكو في مادة الرسم الفني وغدينة. ورضو هنشرحها هنا ونشرحها في مادة الرسم. التغذية الخارجية بجيب مصدر طيار مستمر وغز بيه ملفات الاقطاب. مالوش دعوة في طيار الحمل. يعني مالوش دعوة دي. اقول له هو بيدي لخمسة امبير. مفروض تنور عشر لومت. انت نورت خمستاشر عشر هو مش متأثر بيك. الجو دي عندك يقل هو مالوش دعوة بيك. يبقى التغذية الخارجية طيار التغذية ليس له علاقة بطيار الحمل. طيار التغذية سابق. لكن الحمل بتاعك بيزيد ويقل? ايه هي الاحمال? اللومة اللي انت بتاخدها من المؤلد. الورش اللي انت بتشغلها. زالت او قالت الجو دي يزيد او يقل. طيار التغذية مالوش دعوة. طب كويس. قادي تستغل في قدرات الصغيرة? لا. ده احنا عايزين طيار التغذية حسب مين? بطيار الحمل. ما ينفعش. ده احنا بنشتغل في شركات ومصانع. في احمال زيادة وفي احمال اقل. قال طب ناخد الطريقة التانية. طب ما تيجي نشوف الاول التغذية الخارجية. شاشتنا اتطلعها ازاي معنا? بصوا كده معين. قادي التغذية الخارجية. عبارة عن مؤلد عندي? مؤلد الرئيسي. وهنا حلقات اللي انزلها ايه? قادي المؤلد اللي هو مؤلد طيار مستمر. يعني ممكن مؤلد طيار مستمر اه. في عضو توحيد تمام. طب ممكن اشيل مؤلد طيار مستمر وحطه بالطريقة? ماشي. احنا قلنا مصدر خارجي. المهم ان يكون ايه? طيار مستمر برافو عليكم. الرسمة واضحة قدام مننا. مؤلد طيار مستمر الواحده. والمؤلد طيار متردد بتاعي. اللي هو الاصل اللي انا بشتغل عليه الواحده. باخد خارج مؤلد طيار مستمر. الى حلقات الانزلاق. ثم الى ملفات الاقطاب للمؤلد الرئيسي. تماما. تستهدم في القدرات الايه? في الصغيرة. تمام? الرسمة قدام مننا. ده حتى موصل لاميتر وفلتاميتر ومقاومة تنظيم الضغط. لان انا لو قللت طيار التغذية الجهد هنا. حيقل. التغذية الخارجية. تمام? تعالوا نشوف مع بعض بقى هنا التانية. الكلام بتاعها ايه? عيوبها ايه? عيوب التغذية الخارجية وشاشتنا على طول طلقات. نتيجة لكبر طيار التغذية. في المؤلدات الكبيرة يبدأ موجود عدد كبير من الفرش على عضو التوحيد. مما يوزيد من متاعب سيانة رقم اتنين. عجز ودي المهمة جدا. عجز عضو التوحيد الاستجابة لتغيرات طيار الحمل. الحمل عندي زاد. طب مفروض تغير التغذية? يزيد. لا ما زادش. كده المؤلد تقل كفاقة. تمام? طب نشوف ها كده مع بعض مكتوب ايه? عجز عضو التوحيد للاستجابة للتغيرات المطلوبة من طيار التغذية. طبقا لتغير الاحمال. رقم تلاتة. لا تتحقق فيها صلاحية الاداء لمدة كبيرة من الزمن. اذا تم تركيب المغزي على نفس المحور. نبني وضحها انا وضح. حضرتك جبت موالد ترمو استمر. اقول هلك وتبقى سهلة كده? ماشي. بطورة العربية. والدينم وبطالة العربية. الاتنين على ايه? على عمود ادارة واحد. صح? التحديث ان في حاجة اسمها الكتاوت بتنظم الكهربا كل ما تزود الشحن يزيد والبطارية شغلة. احنا الصورة العامة ايه? ان الاتنين على عمود ادارة واحد. ده حملة على? احنا بسميه كده في ايه? الصناعية الاكس. الاتنين على اكس واحد. طب هو مصمم على دينمو موالد ترمو تردد. ده قدن تحطط له كمان دينمو صغير موالد ترمو استمر عشان تغزي ملفات الاقطاب. مش ده بيحصل? طب ما انا عندي بطارية. ما هي البطارية مصدر خارجي? اقول حضرتك الاتنين شغالين مع العربية. البطارية بتبدأ تغزي ملفات الاقطاب لمين? لموالد الطيار المستمر. وموالد ترمو استمر بيطلع طيار مستمر يبتدي يغزي الخارجي بتاعي. هنا من ايوبها ان الاتنين لو تحطوا على عمود دورا واحد الكفاءة بتقل. دي التغزية الخارجية. طب حضرتك تستخدمها فين? رفع عليكم. في القدرات الصغيرة او الصديق. نشوف بعد كده في ايه تاني? التغزية النفسية. التغزية النفسية هنعتبرها كده فيها خدناها العام الماضي في موالدات الطيار المستمر. موالد التوالي والتوازي والمركب. ابي منهم التغزية النفسية. يشترط وجود الماغناطسية المتبقية في ملفات الاقطاب. مش فاهمها. لا فاهمها. انا مش هنتكلم مع بعض بقى احنا دارسين السنة اللي الفتو اللي قبلها. حضرتك حولالك بصورة برضو سريعة. حضرتك لما بتيجي تفصل الفيشة بتاعتك بتاعت التلفزيون. بيطع مرة واحدة? لا ده بيقعد يجمع. هنا التجميع بتاعه دي لانه معدن. التلفزيونات القديمة بالذات مش اللي ده انت حاليا. بيجمع الماغناطسية بتاعك. المعدن بتاع الجهاز اللي عندك. بيحتفظ ببعض الماغناطسية اللي موجودة. دي احنا بنسميها الماغناطسية المتبقية. اوضح شوية مصر حاضر. الراديو. حضرتك لما بتيجي تشغل الراديو. وتيجي تشيل الفيشة مرة واحدة. بيسكت خالص ولا فيه كلمة بتستمر. قال لي لا فيه كلمة بتستمر. لاحظها كده يا بتبقى عايزة للمحترف اللي زق حضرتكم. اللي هم فانيني الكهرباء. معنى ذلك ان المعدن اللي موجود داخل الراديو احتفظ ببعض المجالات. بعد ما حضرتك بتشيل الفيشة هو بيكمل الجزء اللي عنه. تمام? تمام. طب مش فاهم. هقول لحضرتك انت هتدور المؤلد. طيار متغير. بدون طيار تغزية. بدون طيار تغزية. بطيار تغزية بساوي كم? سفر. وانت بتقيس الكهرباء. الخارج بتاع المؤلد من برة? هتلاقي فيه بعض القوات دفع كهربية. جات من اين ده انا ما عنديش مجال ده انت بتقولي طيار التغزية بسفر? اقول لحضرتك المؤلسات متبقية فين? في ملفات الاقطار. يبقى التغزية النفسية شرط? وجود المؤلسات متبقية في ملفات الاقطار. بدور المؤلد بالالة المديرة له. ينتج على اطراف المؤلد قوات دفع كهربية بسيطة. نتيجة وجود المؤلسات المتبقية في ملفات الاقطار. يؤخذ هذا الخارج. اللي هو ايه? طيار متردد برفع عليه. ويتم توحيده عن طريق ذاير التوحيد. بعد ما يتوحد من طيار متردد الى طيار مستمر. اغزي بيه ملفات الاقطار. للمؤلد. اصبح كده. طيار التغزية له قيمة ولا ملوش? قال لي لا لا قيمة. يبقى الطيار المتردد يبتدي يزيد وهكذا. تم تيجي نشوفها كده على شاشتنا. بدلا ما نقعد نشرح حضراتك وتكتبوها معنا. يشترط وجود المنصابة طبقية في ملفات الاقطار او في حديد الاقطار. يستخدم هذا النوع من التغزية في المؤلدات ذات قدرات اي وركز الصغيرة. وغالبا ما تكون من النوع زي المنتج الدائر حيث تكون الاقطاب ثابتة. نشوفها مع بعض رسمة اهي. هنا مش جايب. خد بالك كده. مش جايب ايه? اه بربع عليكم. مش جايب مؤلد مغزي. ده هو بيدور المؤلد. معتمدا على وجود المنصات المتبقية. بتخلي هنا ملفات الاقطاب ايه? ملفات المنتج تولد قوة دفع كارابية. بابتدي اخده هنا اخدت بالك من ايه? طيار مستمر. يتوحد خرج المؤلد. ويتم امراره على قطاعات وضو التوحيد. او على دائر التوحيد. وابتدي يرجعه المين? لملفات الاقطاب. يبقى ملفات الاقطاب كده اصبح ليه طيار ايه? طيار تغزية. وهكذا. طبعا قلنا تستاذا في قدرات الايه? الصغيرة. اللي بعد كده حضراتكم اللي هي التغزية المركبة. خدنا التغزية الخارجية والتغزية النفسية. انا برجع بس كده عشان اسأل سؤال دلوقتي اشوف هم كده صحيح معي ولا لا? التغزية المركبة تجمع بين التغزية الخارجية والتغزية النفسية. طيب ماشي بقى انتم صحيحين. اهو التغزية النفسية يبقى يشترط ان يوجد مغناطسة متبقية في ملفات الاقطاب. والتغزية الخارجية يبقى انا هجيب مولد طيرو مستمر او بطرين. رفع عليكم. اللي اتنين مع بعض. اللي اتنين مع بعض. يبقى هستخدم ايه? اعتمد على وجود المغناطسة متبقية في ملفات الاقطاب للمولد الرئيسي. وايضا معايا مولد تغزية خارجية او بطرية مصدر طيار مستمر الخارجي. الكلام ده نكتبه ولا نشوفه على شاشتنا من القناة التعليم الفني. تعالوا نشوفهم طلعان ايه دلوقتي. التغزية المركبة وتجمع هذه الطريقة بين الطريقتين السابقتين. حيستجمع بين مميزات الطريقتين من حساسية التغزية تبقى لتغيرات الحمل. اه دي التغزية المركبة. ايه اللي حصل? تعالوا الاول ايه طبعا الرسمة واضحة جدا. وكاتبين على كل جزء هو اسمه ايه? كارن ترانتسفورما حولات الطيار. ده مولد الرئيسي. وادي ملفات الاقطاب للمولد الرئيسي. وده المولد الطيار مستمر التوازي. اه ده المولد المغازي التغزية خارجية برافو عليك. ومدام مولد له ملفات اقطاب برافو عليك. ودي مقامة تنظيم الجهد. ودي دايرة التوحيد. دايرة التوحيد اللي هي ست موحدات. ودي حضاراتكم هتلاقوها ان شاء الله في مادة التحكم ومادة الكترونيات القوة. ودي من حاجات الجميلة جدا اللي اسزتنا في الوزارة. ربطوا المناهج مع بعضها بسوق العمل. خلوا المواهج ترتبط مع بعضها. المواهج كلها ترتبط مع بعضها بحيث ان يخرج. حضرتك اغلى حاجة عندنا. وراجل فني ماهر. قادر على العمل. والتعامل في سوق العمل. مسيارة للتطور الالي. ايه اللي بيحصل? حضرتك اشرح لنا الدايرة? ها. انا بدور المولد بالالة المديرة. باعتمد على وجود المناصر المتبقية. حايديني التهالي مستمر صغير. يقطع ملفات الاقطاب للمولد الرئيسي. فيولد فيها مجال مناطيس ثابت القيمة والاتجاه. يعبر الثغرة الاوائية. فيولدين قوة دفع كارابية مترددة. زقيمة صغيرة. تمرر على محولات الطيار. ثم محولات الجهد. ثم دائرة التوحيد. ليتحول من طيار متردد الى طيار مستمر. ثم الى ملفات اقطاب المغزي. وبالتالي يزيد المجال. يزيد طيار التغزية. يزيد المجال في ملفات الاقطاب. تزيد القوة الدفع الكارابية. كده فيها ميزة? اه. ايه الميزة كده حد يقول لي? رفع عليك. طيار التغزية ارتبط بطيار الحمل. يعني لو الاحمال زالت طيار التغزية يزيد بسرعة معاك. يعود. يبقى الضغط عندك الاحمال سابت. مش فاهم. حاضر. المغالد انت مشغله بقيمة معينة عن طريق محاول الجهد ومحاول الطيار والموحيدات على ميت فولت. هتنور عشر لومت. الاحمال بتاعتي عشر لومت. جيت حضرتك روح تمزود خمس لمبات. مين اللي حسب كده? طيار التغزية. لقى الجهد بتاع الخارج بتاعك. انت كنت على عشر لومبات ده بقى وخمستاشر. الجهد ابتدى ايه? يقل. نسبة التحويل في المحاولات حسد بكده. يبقى طيار التغزية يبتدي ايه? يزيد. يزيد يدي لك بدل ميت فولت مية وعشرين فولت. مية وخمسين فولت. يبقى الضغط بتاع الحمل بتاعك. قد دفع كارابية سابتة. يبقى هنا طيار الحمل متغير مع طيار التغزية او العكس. كده طبعا دي افضل بالنسبة لنا. ليه? جهد المستهلك اللي هو حضرتك سواء المصنع او الشركات تبقى سابتة. زودت الحمل طيار التغزية معك بيزيد عشان يعوضك. قللت الحمل يبقى طيار التغزية يقل. يبقى الفاقد كمان قل. الفاقد قل. ما يفضلش شغال هو اعطى تغزية ثابت وانت عمال تزود في الحمل وتقلل. العمر الافتراضي للمؤلد هيقل. والصيانة هتكتر. واحنا من اساسيات الهندسة الكارابية جودة عالية وقلة التكاليف. قاعدة قلناها في اول حلقة هنمشي بيها علينا بايه طبعا. تبتيت تغزية المركبة. رابع حاجة التغزية بدون فرش. التغزية المركبة قدامك على شاشتنا. تعالوا نشوف لها بعض كده. التغزية بدون فرش. هنا هنبدأ يعني مش نلغبط. لا هنقول لك بس هي ما تتخضش. هجيب مؤلد طيار متردد الكبير بتاعي. ماشي. قال لي هجيب مؤلد طيار متردد تاني. يا مصر. بتلسة قيل لنا طيار مستمر. اقول لك وصبر علي. مؤلد طيار متردد زو قدرة كبيرة. هجيب له مؤلد طيار مترد زو قدرة صغيرة. ركز في اللي جاية. بس بالنسبة لطيار التغزية كبير. وانا عندي كان مؤلد مؤلدين. مؤلد الرئيس مؤلد طيار متردد الرئيسي زو قدرة كبيرة. وبعدين مؤلد طيار متردد صغير مغزي زو قدرة صغيرة. بس بالنسبة لطيار التغزية كبير. طيب ما تيجي نشوف رسمتنا كده ونشرحها مع بعض. الرسمة على شاشتنا بتقول ايه? بتقول عندي المؤلد الرئيسي اهو. وقادي مؤلد طيار متغير اللي هو المغزي. ركزتوا كده معي? لحيزت حاجة? طب تعالوا واحدة واحدة. انا بدور خد بالك الاتنين تقريبا بيبقوا على عمود ادارة واحد ممكن ده? اهلا مدير الواحد وده اهلا مدير الواحد. طبعا يختلف القدرة. انت شغلت المؤلد المغزي. حيبتلي طلع طيار متردد. زو قدرة صغيرة. ولكنه بالنسبة لطيار التغزية كبير. امرره على دايرة ايه? برافو عليك الموحدات. تغدي ملفات الاقطاب للمؤلد الرئيسي. ينتب مجال سابط القيمة والاتجاه. يقطع ملفات المنتج. يوالد قوة دفع كعربية كبيرة. اخد منها جزء. ركز بقى. عن طريق محاولات مين? الطيار. ومحاولات مين الجهد. تمرر على الموحدات. ثم على منظم الجهد. ثم مقاومة الضب. ثم مقاومة تنظيم الجهد. ثم ملفات اقطاب المؤلد المغزي. ملفات اقطاب المؤلد المغزي. وهكذا. وهكذا. اولا تاني. مؤلد طيار متردد. زو قدرة صغيرة. بالنسبة لطيار التغزية قدرة كبيرة. مع المؤلد الرئيسي. يضاري يضاري المؤلد. بالتغزية بتاعته. والطيار متردد. ينشأ هنا طيار متردد. يمرر على الموحدات. يتحول الى طيار مستمر. الى ملفات الاقطاب. ثم مجال مناطيس الى ملفات المنتج. يوالد قوة دفع كعربية متغيرة. اخد منها جزء. عن طريق محاولات الطيار. ومحاولات الجهد. قد بالك طيار متردد. يمرر على الموحدات. ومنه الى منظم الجهد. ثم الى مقاومة الضبط. ثم الى مقاومة تنظيم الجهد. الى ملفات اقطاب المغازي. ملاحظتوش حاجة? ماستخدمناش فرش كربونين. ومنسميها التغزية بدون فرش. طبعا دي بتستخدم في القدرات العالية. اللي بتحتاج طيار تغزية كبير. وعشان كده بنستخدمها في القدرات العالية. تعالوا نشوفنا بعد كده في ايه تاني بالنسبة لنا? لها التغزية بدون فرش. تابع الموالدات التوافقية برضو احنا هنقول هنا دخلنا على جزئية مهمة جدا ابنائنا وبناتنا. وده عايزة حضاركو تركزوا شوي. اكتر من كده مستر احنا عايزين ولادنا احسن ناس في الدنيا في العلم والادب. عرف معامل التوزيع مع كتابة الصغر الريادية له وكتابة مميزات معامل التوزيع. قبل ما اشرحه على شاشتنا عايز اتكلم معاكو فيه. قانون فرضاي بيقولي اذا قطع موصل ساحة ما انا تسايا. قال موصل ما قالش عدة موصلات. معنى ذلك ان انا لما اجي اشتغل على المولد احط الموصلات كلها في مجرى واحدة تبقى شمالي. ومجرى تانية تبقى جنوبي. حجم هتحط الموصلات هنا. بقى دي شمالي. هتحط الموصلات هنا بقى دي جنوبي. حجم اللي قاله عمل ايه? كبر ولا مكبرش? ده كبر وهيبقى فيه هروب مغناطيسي كبير. انت كده عملت وقل عيوب. عدم استخدام معامل التوزيع. اللي حصل بعد كده عملوا ايه? عملوه على هي الديوائر. وابتدوا هنا يشقوا المجاري. بقت دي هنا قد بشمالي. هنا بقت قد بايه? جنوبي. هنا بقت قد بشمالي. اما ده اللي احنا بنشوفه على الطبيعة. ما احنا قلنا الكلام ده كان في البداية. بقت هنا شمالي هنا جنوبي. هنا شمالي هنا جنوبي. اصبح كده الموصلات قربت من بعض. الهروب المغناطيسي قل. خدت بالك انت عملت وليه? انت بتجيب مميزات استخدام معامل التوزيع. تقليل الهروب المغناطيسي. صغر حجم الالة. شكل الموجة الجايبية محسن. الموجة الجايبية بدن ما تطلع فيها هروب هتبقى طالعة سليمة. معامل التوزيع من المعاملات المهمة جدا. ومعامل الخطوة اللي هنشرحها بعد كده. في معادلة القوات دفعة كاربية. لمن اساس الاسئلة في امتحانة اخر العام. تمام? اذي احنا بنكلموا في بداية الحلقات عشان تبقوا فعلا. معامل التوزيع معامل خطوة ومعادلة القوات دفعة كاربية. طب حضرتك عرفتنا ما هو معامل التوزيع. معامل التوزيع ابنانا وبناتنا وهنكتبه وهورو لك على الشاشة. بس اسألكم فيه وانا بكتبه بعد ما اقول معامل خطوة. معامل التوزيع اللي هو الدي اف. هو النسبة بين محصلتين المجموع البياني للقوة الدافعة الكاربية والمجموع الحسابي لها في جانب واحد من الملف. جانب واحد من الملف. طب معامل الخطوة نفس التعريب ولكن جانبي ملف. تعالوا نشوف مع بعض كده. اجابة السؤال ونقولوا مع بعض. اجابة السؤال بيقول ايه? اركز كده نشوف شاشتنا على طول طلعتهن ازاي? هو النسبة بين محصلتين المجموعة الاتجاه القوة دفعة الكاربية. في موصلات الوجه الواحد الى المجموعة الحسابي لها. بيقول ايه بالنسبة لي? لو انا كتبته قبل ما نقول الصيغة الرياضية? لأ نطلعها لك على الشاشة. تلعت معنا على شاشتنا على طول. الدي اف بيسوي ايه? بيسوي صين. اس الف على اتنين. على اس صين الف على اتنين. ده اسمه معامل التوزيع. الصين بمعنى الجاه. واس عدد المجاري لكل وجه تحت كل قط. والفا الزاوية الكاربية اللي هي الزاوية بين كل مجريتين. مميزات معامل التوزيع. نشوف شاشتنا اجيبه لنا ازاي? على طول الله اكبر عليهم جاهزين. واحد. تحسين شكل الموجة الجايبية للقوة دفعة الكاربية. اتنين. سونة فقط الحرارة للملفات بالاشعاع. وعدم سخونة المجرى. رقم ثلاثة صغر حجم المجرى. ابنانا وبناتنا. احنا شرحنا النهاردة لغاية معامل التوزيع. فاضل معامل الخطوة. ومعدة القدفة الكاربية. كمان قلنا خصائص الملفات المنتج للموالد طافقي. وقلنا كمان العضو الداير. المقارنة بين الايه? الاقطاب البرزة والاقطاب الغطس. وكمان شرحنا طرق التغزية لملفات الاقطاب والطيار مستمر. التغزية الخارجية والتغزية النفسية والتغزية المركبة والتغزية بدون فرش. ثم وصلنا الى معامل التوزيع. اللي هنختم بيه النهاردة حلقة اليوم. يا رب نكون كده اسعدناكم بازن واحد احد. ربنا يحمي بلدنا جميعا ان شاء الله. والى اللقاء في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.